في الملف القطري ودعم الإرهابيين تبرز نقطة أساسية بشأن كيفية وصول الإرهابيين إلى أموالهم صحيفة وولد سريت جورنال نشرت تحقيقا قالت فيه أنها حصلت على وثائق تؤكد وجود ثغرات في نظام العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على شخصيات مرتبطة بالقاعدة وداعش وبموجب هذه الثغرات يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرين على الوصول إلى حساباتهم البنكية على الرغم من قرارات تجميدها تقول الصحيفة استنادا إلى الوثائق التي استعرضتها أين مكمن الخطأ ومن الذي سيتحمل مسؤوليته؟ سؤال سيطرح في الأروقات الدولية على وقع التحقيق الذي نشرته صحيفة وولد سريت جورنال الأمريكية خبر سيغضب الكثيرين لأن عنوانه صادم وهو باختصار تغرات قانونية تتيح للإرهابيين الوصول إلى حساباتهم البنكية على الرغم من تجميدها تكشف الصحيفة عن وثائق حصلت عليها وتستعرض تفاصيلها وفيها الكثير من الاستفسار والإدانة لجهات مسؤولة وحتى الدول من المفترض أنها ملتزمة باحترام قوائم الإرهاب من بين أبرز الأسماء التي توقف عندها تحقيق الصحيفة خليفة أسباعي وهو كما عرفته وولد سريت جورنال ممول قطري متهم بالإرهاب وبدعم قادة القاعدة وعلى رأسهم العقل المدبر لهجمات سبتمبر تذكر الصحيفة بسجل أسباعي فهو على القوائم السوداء الدولية منذ عام 2008 في تصنيف لم يحول دون حصوله على عشرة ألاف دولار شهريا من حساباته المجمدة إذن هم إرهابيون ومعاقبون في القوائم إلا أنهم على أرض الواقع أثرياء لا يزالون ومتمكنون من التعامل مع حساباتهم تخلص الصحيفة في تحقيقها مشيرة إلى 250 اسما إرهابيا سمحت لهم بلدانهم بالاستفادة من حساباتهم دون طلب إذن من مجلس الأمن إفادات لمسؤولين في المجلس استند عليها التحقيق اتهمت دولا بعدم مراقبة ممن هم من المفترض إرهابيون يعيشون على أراضيها يسمح قانون العقوبات بتمرير مبالغ صغيرة لمن هم على قوائم الإرهاب لدفع تكاليف حياتهم اليومية وهي مبالغ يجب أن تبقى مراقبة إلا أن نظام الرقابة المعتمد ضعيف ويفتقر إلى عمليات التدقيق المطلوبة وهي ثغرة شدد عليها التحقيق إلا أن التركيز الأساسي صب على شق السرية الذي تضمنه القوانين للإجراءات المتعلقة بالأموال المحجوزة فقضية السبيعي وأمواله الداعمة لعمليات القاعدة وجبهة النصر في سوريا وغيرها من المجموعات المسلحة الإرهابية لم تكن لتطفو على السطح لو لا وثائق مسربة حصلت عليها الصحيفة السرية المضمونة قانونيا جزء من المشكلة إلا أن ذلك لا يبرئ الدول التي تقف وراء هؤلاء وتستمر في دعمهم فحساب السبيعي ظهر في سجلات بيانات مسربة من بنك قطر الوطني رفض البنك كما فعل المسؤولون القطريون الإجابة عن استفسارات طرحت عليهم عن الحساب البنكي النشط لشخص يرتبط اسمه بالإرهاب بهذه المتانة كما هو اسم السبيعي هو من أخطر الدعمين للإرهاب هكذا تصف جهاد مكافحة الإرهاب السبيعي وعليه سيزيد تحقيق الصحيفة الأمريكية من حدة التساؤلات التي يجب ترحوها معنا الآن من القاهرة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامي حافظ أبو سعدة مساء الخير أستاذ حافظ مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار دعني أسألك أولا من حيث المبدأ عندما نتحدث عن قوائم الإرهاب القوائم السوداء التي تصنفها جهات عديدة بهذا التصنيف هل هناك بالفعل ثغرات في هذا التصنيف بحيث يبقى مجرد تصنيفا شفاهيا لفظيا إذا كان بإمكان هؤلاء الأشخاص أن يصلوا إلى حساباتهم البنكية المجمدة فما الفائدة إذن من وضع كل هذه القوائم في الحياة الصغرة التي تم اكتشافها مؤخرا مفقا للتقرير الصحفي لفناشل تايمز تكشف عن ضعف شديد في هذه القوائم القوائم هي عبارة عن الأسماء التي تقدمها الدول بعد تحقيقات خاصة بالأجهزة الأمنية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات القضائية تؤكد دروع أشخاص في الإرهاب بلغت هذه القائمة منذ عام 2008 حوالي 250 اسم وضعت في القائمة السوداء وترطب على ذلك ضرورة أن لا يتمتعوا بالقدرة إلى الوصول إلى حسابات البنكية أو تحولات بنكية أو الصرف أو تحويل أموال أو التعامل حتى في البنوك إلا في حدود قررها المشرع في القانوني بإعطاء نسبة من الأموال لا تتجاوز مصاريف الأكل والشرب والإيجار وهكذا وبالتالي يسمح للدول بتقديم طلبات هذا التقرير كشف عن أن قطر تقدمت بحوالي 71 طلب بالتحلل من الاتزامات بصرف الأموال وبالتالي الاختراك الذي تم من الحسابات البنكية هو الذي كشف عن من هؤلاء الذين صرفوا الأموال إنهم أشخاص مرتبطون بالقعدة وبالنصرة وبداعش وبخليفة السبيعي خليفة السبيعي عنده اتهمات في البحرين بأنه قائد تنظيم إرهابي وعوكب في قطر بستة شهور فقط وهو أيضا رجل له علاقة بالبنوك لأنه كان يعمل في البنك المركز القطري وبالتالي هو عنده قدرة على التلاعب بمساعدة الحسابات البنكية وتحويل أموال للقعدة ويمكن في الحقيقة هي دي النقطة اللي خلت البحث عن أسباب الأموال التي تنقل أن الأموال ذهبت للقعدة وذهبت للنصرة وذهبت لمؤسسات أو أشخاص موضعون على قوائم الإرهاب وبالتالي ده شكل خطورة كبيرة جدا وكشف عن أن هناك دول تتلاعب بالنظم القانونية الدولية وأنها تعمل على دعم الإرهابيين الذين تحتضنهم المقيمين على أرضها وتستغل فكرة أن هناك قدر من التسامح في مصرفات يومية للإعاشة طيب ماذا نقول في أن هذا الشخص خليفة السبعي ينفق عشرة آلاف دولار شهريا بمجاب أن قطر داعمة لهذا النقطة الثانية أن ينفق أو يحول 120 ألف دولار قطر في تحويل واحد ده معناها أن هناك في الحقيقة قدرة غير عادية لدعم ومساندة التنظيمات الإرهابية من دول وبالتالي السؤال هل تظل هذه الدول بعيدة عن العقاب؟ هل تظل هذه الدول داعمة للعمليات الإرهابية التي تذهب بأرواح الأبرياء وتقتل الأبرياء جنود ومواطنين عاديين في كل البلدان سواء في مصر أو في سونيا أو في ليبيا أو في فرنسا أو في بلجيكا كل هذه العمليات هي الرأس المدبر فيها التنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات وهي التي تتمتع بدعم دولة قطر إذن قطر هي الرأس المدبر لعملات الإرهابية ويجب على المجتمع الدولي أن أولا يغير من قواعد صرف الأموال للإرهابيين النقطة الثانية أنه فكرة أنه الدول تكون بعيدة عن المحاسبة هذا أمر يحتاج إلى عادة نظر ويجب على مجلس الأمن أن ينظر في هذا الأمر بشكل سريع ومحاسبة قطر عن هذه الجراءة إذن المشكلة أستاذ حافظ بشكل بسيط هي أن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص والبنوك الموجودة في هذه الدول هي من لا يلتزم بقواعد قوائم الإرهاب هل هذا ما أفهم من حديثك؟ هذا صحيح وهناك صاغرة في النظام نفسه في الأمم المتحدة النظام للأسف لا يسمح بكشف هوية الأشخاص المطلوب إعفاءهم من الإجراءات التحفظ على الأموال وبالتالي يتقدم الدولة بالطلب وهي تخفي هوية الشخص لأنه في هذه الحالة ما كانش فيه أي مقدرة للأمم المتحدة للتعرف على الأشخاص الذين تم صرف الأموال لهم وبناء عليه تطلب حساباتهم البنكية وتحولاتهم وكذا إنما الذي كشف هذه الصغرة هو الاختراك الذي تم من هكرز إلى البنوك القطرية ثم اكتشفوا أن هناك أشخاص على قوائم الإرهاب تحصل على أموال بشكل كبير وبالتالي فقطر عندها مسؤولية مباشرة عن الأشخاص الموجودين على أرضها والذين هم على قوائم الإرهاب وفي ذات الوقت يصرفون الأموال ويحولون الأموال للخارج وتعاملون بالنظام البنكي بكل حرية وبغطاء من الحكومة القطرية شكرا جزيلا لك الأستاذ حافظ أبو السعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كان معنا مباشرة من القاهرة